ابنجي المدير الفني المنتخب الكونغو الديمقراطية عن الجانب الاخر كان حزين جدا للخسارة بهدفين مقابل الاشيه وكان قال ان هو لم يقدم ما يشفع له الفوز في هذه المباراة وزي ما ذكرت كده اتخطفوا بلغة كرة القدم من امام فريق اغاندا بهدفين مقابل الاشيه وقدم اعتذاره للجماهير الكونغولية وايضا اللاعبين قدموا اعتذارهم للجماهير الكونغولية وايضا الصحافة الكونغولية بعد عقب الخسارة بهدفين مقابل الاشيه وقال المباراة القادمة بالنسبة له هي مباراة أمام المنتخب المصر هتكون مباراة صعبة وليست بالمستحيلة بالنسبة له لكن هتكون المجموعة صعبة خسارة في أول مباراة هتكون خسارة كبيرة جدا للكونغو الديمقراطية